مساء الخير، مساء السعادة والصحة، مساء الرشاقة والجمال على كل مشاهدين أهلاً وسهلاً بيكو في حلقة جديدة من برنامجكو استشارة مع دكتورة مروة طبعاً أول حاجة أحب أفكركم بيها أن إحنا في شهر أكتوبر شهر أكتوبر أو أكتوبر الوردي، بينك أكتوبر ده شهر الكشف المبكر لسرطان السادي أحب أفكر كل واحدة فوق الأربعين أنها لازم تتجه لأي مركز أشعة وفي أماكن كتير ممكن تعمل فيها فحص الماموغرافي علشان تتطمن على نفسها ده إجراء وقائي حتى لما بتشتكيش من حاجة وربنا يحفظنا جميعاً ويتم شفاء كل وريد ندخل بقى في موضوعنا النهاردة موضوع حلقتنا هو علاج التشنج المهبلي وهتكون دفتي النهاردة هي دكتور رانيا السيد عبدالعليم دكتورة وعضو هيئة تدريس العلاج الطبيعي لأمراض المخ والأعصاب بالأسر العيني جمعة القاهرة أهلاً وسهلاً بيك يا دكتور أخبارك تمام؟ طيب نحب نعرف يعني إيه التشنج المهبلي؟ التشنج المهبلي ده معناه تشنج من اسمه تشنج في عضلات الحول وتشنج في عضلة المهبل عضلة اسمها بيبوكوكسجيز مصر يبقى فيها سيفير اسبازم يعني تقلص شديد ومن شدة التقلص الاسم العلمي بتاعه في جينيزمس والترجمة بتاعته تشنج مهبلي ما قولوش تقلص قالو تشنج من كتر ما يعني المرض ده معروف بالتقلص العضلي الشديد طيب معلش هو احنا عارفين كلنا دايماً إنه التشنج المهبلي لو حد لو حدا بتشتكي منه بتروح لدكتور النسا إمتى تروح لدكتور النسا وإمتى تروح علاق طبيعي؟ لا بسي هو القصة اللي بتحصل هوليك هو أي حد بيشتكي من مشكلة في منطقة المهبة اللي بيحصل بيبقى اللاجيك إنه هو بيروح لدكتور أمراض النسا بالذات دكتور أمراض النسا التشنج المهبلي زي ما احنا شرحناه عرفناه إنه ده تشنج في العضلات التشنج ده بيمنع حدوث العلاقة الزوجية ما بتحصلش أصلاً علاقة زوجية بسبب وجود المشكلة دي ممكن توصل في حالات كتير للطلقة للأسف يعني نتيجة جاهل العمل بالناس بالمشكلة أنا قلتلك في التليفون قبل ما نبدأ الحلقة القصة دي إنه أنا عملت على فكرة الموضوضة لو الناس دخلت على اليوتيوب هتلاقيه الموضوضة أنا عاملاها كذا مرة بسبب طلب الناس دكتور فعلاً العلاج المشكلة دي بتبقيه سبب إنه بتنقذي بيوت ناس من الطلقة المهم نرجع لسؤالنا بعد دكتور نيسا المشكلة إنه الناس بتروح اللوجية دكتور نيسا فده أغلب دكترة النسا هو من وجهة نظره فعلاً يا جماعة هي راح يتكشفت عنده هم وجهة نظره وجهة الجهاز التنسوري عنده سليم في بعض الدكترة بيبقى عندهم خلفية عن التشنج المهبلي وده رير لأنه حاجة في العضلات دكتور نيسا مش ممكن ميبقاش عنده خلفية عنها زي مثلا لو أنا بقولهم لو أنا حد جالي العيدة قالي أنا عايزة أولد فقالها مش عارف أتصرف فقامي فده مش تخصصه فالقصة اللي بتحصل إيه إنه هو كمان ما بيلاقيش حالة من المشكلة فالمشكلة أصلا بتتفاقم إنه هو كمان بيقول لها أنت بتدلعي فالخلاف اللي بينها وبينزوجها بيزيد المشاكل بقى بينهم أصلا بتكبر لأنه هو قال لها أنت بتدلعي لا 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 دي ما عندهاش حاجة فبندخل بقى فترة مشكل أكبر هما بيقولولي لازم نطلع فاصل دلوها نطلع فاصل ونرجع لكم نكمل الموضوع جانا لكم بعد الفاصل وهنكمل موضوعنا مع دكتور رانيا تفضلي دكتور كميلي بس فلي بيحصل إنه الناس لما بيروح الدكتور أمراد الناس الدكتور بيقولهم لا ما فيش مشكلة دي بتتدلع أو كده لا لا دكتورة الناس يعني لأنه عفضت نظره إلا بقى الناس اللي عارف يعني إيه تشنب مهبري فيه ناس عندها خلفية عنه وفيه ناس لأ زي ما قلنام هو مش مش التخصص زي ما يحد يقول ولدين يا دكتور أنا مش عارف أولدها فأماني فهي على حسب ايه التخصص فيه ناس بتوجيهها صح تقول لها لأ ده تشنج مهبلي وعلاجه بيكون كذا 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 وفيه مشكلة تانية كمان إنه حتى علاجه إحنا بنقول ايه ده تشنج عضلي فطبيعي اللاجك إنه علاجه عليك طبيعي فلي بيحصل ايه إنه هو أصلا حتى الناس يعني يعني يعتبر مش على مستوى مصر بس على فكرة مستوى العالم العربي يعني فيش حد بيعالج أصلا مشكلة التشنج المهبلي دي كتير فالعيام بيدخل بقى فين وفين علما يوصل لطريق العلاج وعند مين المتخصص إنه هو اللي بيعالجه عن زي ما أنا عالجت قابل دي كتير أطباء يعني نسا وأطباء وأطباء وده خصصات مختلفة وأسنان يعني بايه أسبابه يا دكتور بسي أسبابه يا إما إنتي بسيت لهو حجة جد لهو زي ما تسهي عندي كسباس ما فرقابتك تقلص عضلات ممكن يبقى من جار السبب وارد جدا إنه يبقى كان فيه عندها خايفة فبتعمل في الأول العلاقة هي بنفسها بتعمل تشنج إرادي ومع مرور الوقت تحول لتشنج لإرادي عارفة زي مثلا أسهلها الكو شوية عشان تبقى سهل زي ما حد يبقى عمل عملية في رقبته وخايف مثلا يفردها في الأول تفضل متنية وينفع عن نفردها لو فضل تنيها كتير هيحصل هتبقى فكسب وهتتحول لتشنج إرادي وتحول لتشنج لإرادي طيب وليه تشخيص المرض ده صعب؟ اه ليه تشخيصه صعب عشان إحنا قدمنا في السؤالة بادرين إنه إنه هو الناس بتبقى اللوجيك إنه هي تروح لدكتور أمراض نسب قاد يوجيها وقاد لا يوجيها فنبدأ بقى في لفة إن الموضوع ملوش حل أنا بيجيني ناس ميجوزين بقى لهم سنتين لحد شوفت الحد بعشر سنين جواز المشكلة عمالين يلفوا وما لهاش حل ولي يروحوا بقى ليه شيوخ وليروحوا مش عارفة لإيه لحد صعوب تشخيص المشكلة دي فإن إحنا نتوجه نروح لمين؟ مين بيعالج المشكلة دي؟ طيب إيه أعراضه؟ بصي بقى أعراضه أول حاجة إن الزوج في وقت حدوث العلاقة الزوجية بيحصل إنه الزوج بيلاقي مفيش قناة للمهبل للدخول بيلاقي الطريق مقفول خلاص؟ بيبقى ده بينتج عنه إيه؟ إنه الزوج بيحس إنه فيه زي كأنه سد حقيقي مفيش مجال مفيش قناة أصلا للمهبل والزوجة بتحس باستدام في السد ده فالزوجة تشعر بالألم يعني الزوجة في الوقت ده هتشعر بألم شديد فتبدأ تتمنى من ضمن الأعراض بسبب اللي بتحصل برضو بسبب التمنى وبسبب التوتر اللي بيحصل بقى بعد كده في العلاقة رجليها بتترعش من منطقة الخود لإن إحنا شرحنا في الأول إنه ده تتشعر نجد مش بيبقى في عضلة المهبل بس بيبقى في عضلات الخود كمان فتلاقي برضو رعشة عند الزوجة فبعد الأحيان من شدة التوتر ده بيقضي إن الزوج يفقد انتصابه مرات عديدة أثناء العلاقة بندخل بقى في سايكل يعني طيب إيه طرق الخاطئة اللي بتشوفيها في علاج جدا شأنه جميه بقى بس دي أول حاجة بتتقال شوفتها خاطئة ودرجة جدا إن هو يقولك أنا هحكم بوتوكس البوتوكس ده عبارة عن مادة أصلا بتعمل شلل في العضلات مؤقت أول حاجة أول مشكلة أولا إن ده علاج مؤقت إن إحنا محلقناش المشكلة مشكلة الإسبازمة دي ما تحللتش بشكل تكري البوتوكس بيقعد شهور يعني بس في الآخر ده علاج مؤقت تاني مشكلة إنه ما بيقدرش يحقن عضلات الحود وإلى رجليها تتشل فبيضطري فبيحقن هي عضلة مهبل بس فبعد ما بيحقنه البوتوكس بيجوا برضو عندهم نفس المشكلة يعني حقنوا وتكلفوا التكلفة المادية بتاعت البوتوكس وفي الآخر ما جابوش نسيجة ده ليه لإن حقن البوتوكس بيعمل إيه أولا ارتخاء العضلات المهبل بس مش هيرخ لعضلات الحود فبتفضل مشكلة عندها لأنه ده وده مساء التقلس الشديد في عضلات الحود والتقلس اللي في عضلة المهبل اللي اتنين مع بعض مساهمين في وجود الأزمة دي تمام فإيه اللي بيحصل ده بيؤدي إلى إنه مفيش ارتخاء كامل لمجموعة العضلات كلها ده بالنسبة للبوتوكس من ده من الحاجات اللي بتتقل برضو الشائعة اللي بتتقل قلط طب إحنا هنفتح ونعمل عملية توسيع يا فندم المشكلة إنت بتفقدها في العضلات في العضلات في العضلات ليش في الكنتور إنت أفقدتها ميزة عندها إن هي الكنتور عندها يكون الحجم ديق دي ميزة بتساعد في قوة الانتصاب عند الزوج وبتساعد في حدوث النشوة الزوجية إنت أفقدتها ميزة كبيرة فندم عندها وفي نفس الوقت ما حلت لهاش المشكلة وجاء لي حالات عمل وفعلا القصة دي وفعلا ما جابتش نتيجة على فكرة وبرضو عملنا الجلسات يعني كنا ورسعنا الكنتور يبقى إحنا جلنا حالات اللي عملت بوتوكس ما جابتش نتيجة لإن إحنا محقناش الخط كمان بلاس كمان عايزين نوهن البوتوكس ده أي حاجة عمل يتشلل في العضلات على المدى الطويل مع الحمل والولادة ممكن يحصل اللي هي الاسترس انكونتنس تيجي تكوح تاعتس ينزل منها بول بالإضافة إن هي برضو بقت عرضة الأولين عردني ما حلي ليش المشكلة عردني لعرضة المشاكل فيما بعد الحل الثاني الخط اللي بيتقل اللي هو عملية التوسيع إحنا مش هزين أصلا عملية التوسيع إحنا مقناش إن الدنيا عندها الكنتور بتاعها كويس المشكلة في اللسباز متقل الشديد اللي حاصل في العضلات إحنا قولنا الخطأ بس أنا عايز أقول بس نقطة لسه فضلة عشان يعني دي دي ودود اللي الناس طلبتها مني من الحاجات الخطأ اللي بنستخدمها برضو حاجة اسمها الديليتورز يعني موسعات تمام موسعات بيجيبوها بأحجام مختلفة طب ما هو يا جماعة ما هي لوجك لو هي كانت قادرة عضلاتها على دخول أي حاجة دخل المهبة فكانت حصلت العلاقة الزوجية هي أكيد متقدرش تدخل حاجة ودي برضو من طرق العلاج اللي بتفشل وممكن إلي بيحصل بتدخل أول حجم تاني حجم التالت مش بتقدر مش بتقدر تدخل الحجم يعني الأحجام اللي بعد كده فبتفضل برضو المشكلة قائمة عمليه مهتما يقول للنس عشان نرحم الناس من اللفة اللفة الخاطئة اللي بتحصل طب عاديين بقى اللفة اسطح لها احنا شرحنا في الأول يعني ايه تشنج مهبلي قلنا انه ده تشنج في عضلات الرحول وعضلات المهبل طيح احنا نبدئيا بنعمل ثلاث زيارات كل المشكلة دي علاجها بيخلص في ثلاث زيارات بس كده ايه هم الثلاث زيارات دولة بنعمل فيهم جلستين في اليوم جلست ارتخاء كامل لعضلات الرحول عشان الدخول للمهبل يبقى سهل نيزة بالعلاج انه هو مش قائم على الاحتمالات ولا حتى على رأي الدكتورة اللي هي قالت كده تمام او لا او احساسة نماريدة او كده ان احنا بنعمل فيه حاجة اسمها objective measurement الجهاز بيقز بالارقام وانت طبعا عارفة اعلى درجات الاياس لما يكون حاجة بتعملها investigation باياس 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 رقمي طبعا النتائج بتبقى الحمد الله فوض للا مضمونة بنبقى متأكدين الحالة خافت سواء انا او هي او زوجها لان احنا شايفين على الجهاز الرقم اللي بيدينا درجة الانكباط ودرجة الانبساط العضلي اللي حصلت وكل دي حاجة اجهزة اه 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 ولا اجراحة ولا اي حاجة كله باجهزة سواء ارتخاء الخط او ارتخاء المهبل ده جهاز بيدخل جوه قناة المهبل بيساعدها ان هي يحصل وبيبان قدامنا انه على الارقام اه ارقام درجة الانكباط كانت ايه؟ اذا كان بيبان بقى في اول جلسة بنعرف التشنق ده متوسط ولا كان سفير شديد ولا كان خفيف بيبان خلاص دي اول هدف في الجلسة الاولى نتطمن ان البروب عدينا الموضوع ده تاني حاجة بتحصل بيحصل حاجة اسمها Psychological Assurance يعني ايه Psychological Assurance العينة بتتطمن هي طبعا ده يعيني فوبيان لو حاجة دخلت جواها هي هتموت بنكسر الحاجز النفسي ده عندها لما حاجة بتدخل جوه المهبل ما بيحصل لهاش اي حاجة اول جلسة ولا اول يوم؟ كل ده احنا بنعمل جلستين الجلسة الاول على الحود الحود ده من برق خالص احنا دلوقتي بنتكلم على الجلسة التانية في اليوم الاول اوكي اوكي بس فاحنا كده التمنى على الدخول التمنى هي التمنية وهدية الحاجة التالتة يا ربي اشوف اي رقمين على الجهاز يقولوا لي انه في انكباط وانبساط ليه بعمل؟ لانه اذا كان في انبساط حصل ولو مرة واحدة قبل كده كان هيتقالي ايه؟ ده حصل على علاقة مرتين وعشرة لا لكن دولا بيقولوا ما حصلش اصلا علاقة خالص فاحنا متأكدين انه اكيد مفيش انبساط اكيد كده في انكباط بس فبنبقى عايزين نشوف الانكباط والانبساط وده بيبين بقى بالارقام على الجهاز المرة التانية برضو بنيرخير حوت وبعدكدى بندخل تجسد بنوصل فى احد رقم معين على الجهاز تجسد ارتخاء معينة الجلسة التالتة بنوصل فيها المفروض للنورمال وبنعلمهم الوضع الصحي اللي يحصل منه العلاقة لأنه مش كل الأوضاع بتنفع في حالة التشنج المهبلي بنديهم الأيام اللي بيحصل فيها التبويض بيكون كويس إنه غالبا هم بيقوم متأخرين شوية في قصة الحمل ده إذا ما حصلش حملة من الخارج زي ما بيحصل عند الناس فأغلب الأغلب لا ما بيحصلش حمل فبنعرفهم أيام التبويض يعني وكيفية حدوث وعدد المرات اللي يحصل فيها العلاقة بنقولهم كل حاجة خاصة عن الموضوع ده بس طيب عايزين بقى نختم موضوعنا باستشارة ونصيحة لكل زوجين طيب أنا بحب دايما نقول نصيحة للزوج ونصيحة للزوجة الزوج بقوله على فكرة مراتك مش بتتدلع مراتك مش ممتنع عن العلاقة مراتك عندها مشكلة دورك إنك تقدم لها دور الحماية والصبورت المساندة النفسية والمعنوية تمام الحاجة الزوجة بقى دايما بقى بحب بدي نصيحة مهمة للزوجة دي إن هي ممكن تغير التراك بتاع العلاقة والتراك بتاع حياتها كلها بصي طالما إحنا تواجعنا فرد فعل طبيعي إن إحنا هنحس بخوف لما تيجي محاولة أو تيجي الجلسة طبيعي إنه هيبقى فيه خوف خدسي حقنا ووجعتك طبيعي وانتي بتغذية في ذاكرتك الخوف ده لاجيك وما فيهوش مشكلة بس خليني أقولك إنه هناك شعرة ما بين الخوف الطبيعي اللي هو طبيعي عنده كل الناس وحدة واجع فتاني مرة هيبقى خايف وبين الخوف المرضي اللي هو إحنا بنسميه مرض الفوبيا فوبيا العلاقة فوبيا لأنه دخول أي حاجة داخل المقبل الفوبيا دي ممكن هي اللي توصلنا بقى لتراك طويل يعني إحنا تكلمنا مثلا إنه إن العلاج الطبيعي هيبقى هتبقى أنت عارفة أخرك فين واحد اثنين ثلاثة لو دخلت بقى نفسك في التراك العلاج النفسي ده حاجة إحنا مش شايفين أخرها ممكن تبقى شعر ممكن تبقى سنع ممكن تبقى عشرة وده الحاجة العائك الوحيد اللي ممكن بندخل في الحلقة مفرغة حلقة يبقى مفرغة يعني إن العلاج بتاعنا زي ما إحنا قلنا objective يعني إحنا بنبقى متأكدين إن نسبة العلاج يعني تعتبر تلهمها أيسا تعتبر بإذن ربنا طبعا وربنا هو الشافي تعتبر يعني مية في المية لكن إحنا بنقول للمرضى دائما تسعة وتسعين بقى عشان الواحد في المية اللي هم بيدخلوا في دايرة التراك النفسي الشديد ده وهي لو اتحكمت في المشاعر السلبية زي إن شاء الله بتخلص المشكلة يعني هو كل ما نعالج الموضوع بدري كل ما بيبقى أحسن عشان ما ندخلش في مشكلة نفسية بعد كده بالذات هذا تأثر علينا وقت طويل طبعا والعلاج فعلا فعال في الموضوع طب بسي أي علاج أنت يفهمه طبعا دكتورة مرويك الكصة دي إنه أي علاج طالما فيه objective measurement أنت عايسة ومتأكدة الجهاز بي إيس يعني إحنا بنبقى عارفين درجة الإنكباض إيه ودرجة الإنبساط إيه العضلي الارتخاء العضلي حصل قدي هل وصلنا للنورمال ولا ما وصلنا للوج بس وكل الكصة أصلا العلاج يعني ثلاثة أيام ثلاثة أيام بس كده وهيوفر مشاكل كتير ومشاكل زوجية وممكن تؤديه للإنفصال يعني وفي حالات قريدي فعلا حصل الإنفصال وفي حالات حصل فيها مشاكل لا إن شاء الله جماعة ندي أمل للناس إن شاء الله إنه في علاج إنه الموضوع سهل هو مرض زي أي مرض حتى مش مرض هو تشنج عضلي تشنج عضلي زي ما تبقى صحيح في ظاهرنا فهي لو مشكلة كبيرة أوي ما كانش علاجة ياخد ثلاثة أيام إحنا في حالات الشارع الناس في بنقعد بالشغور زي حقيقة فهمني لكن إحنا لو هي مشكلة كبيرة بس هي التركة نروح لمين مين اللي بيعالج المشكلة دي لأنه فعلا في نقص في مين بيعالج المشكلة دي الحمد لله إحنا العلاج ده متوفر عندنا في العيادة يعني الحمد لله بيخدم الناس كلها في منطقة حتى العالم العربي مش في مصر كلها الحقيقة بنشكر جدا دكتور رانيا سيد عبدالعليم دكتوراه واستشاري للاج الطبيعي لأمراض المخ والأعصاب وعضو مجلس عضو عيئة التدريس عضو عيئة التدريس بالأسر العيني جامعة القاهرة حاجة تحبية تقولي أي نصائح تانية ولا أوكي قلنا النصائح خلاص تماما خلاص وأتمنى يكون الفقرة دي نفعة ناس كتير وأما حاجة طبعا نتجه للعلاج علميا في أي حاجة علشان الجهل ساعات بيوصلنا لنتيج سيئة جدا والخراب بيوت في حالات كتير نشكركم واستنونا بعد الفاصل